تعاني أغلب أحياء بغداد نقصا كبيرا في الخدمات فيما تعد أمانة العاصمة بأن هذا العام سيشهد اختلافا كبيرا في هذا الملف وبسقوف زمانية محددة رغم الجهود الخدمية التي تشهدها بعض مناطق العاصمة من قبل أمانة بغداد إلا أن أغلب الأحياء تعاني نقصا حدا في خدمتها حيث تكدست فيها مياه الأمطار وتحولت أغلب الشوارع لبركنطينية لأنها لم ترى الاهتمام منذ سنوات وأهملت أغلب مناطق العاصمة الشعبية بالأخص وهو ما ضاعفها من معاناة المواطنين مناطقنا نريد كهرباء رسمية وأصولية وليس ضفاير ومالشن ولا وإحنا تقريبا أغلبياتنا مسويها سويناها بحسابنا الداخل الثانيين نريد مجاري صحيحة ثلاثة نريد تبيض صحيح فانا تريد تروح تداوم للمدارس مادة تقدر ولا تقدر تطلع وخصة من مطرة الدنيا هاي التيولة قامت تنتل كل هاي التيولة قامت تنتل طفل ما يقدر يمشي مرة ما تقدر تمشي حس لو تشوفوا مننا أنا أتباوح عليها الحال وطينا مننا وطينا مننا وكل خدمات ماكو ما أننا علاج يعني أروح نشكل المختار يلبونا يجبون شافطات يجبون الأموانة تشفطوا هاي وترجع تنسات يعني ما لح علاج يعني شين الأسباب برأي الأسباب البيئة مالتنا تعبونا البيئة مالتنا مجاريين تعبونا تعبيد الطرق وتأهيل شبكات تصريف المياه وسحب مياه الأمطار من الشوارع هو الملخص لمطالب المواطنين في أغلب الأحياء فضلا عن الإسرع بتوفير البيئة الحياتية المناسبة لهم للعيش الكريم بالاهتمام بمستويات الخدمات المقدمة لهم هذه المنطقة خدمات كلها اشتغلناها بجهود ذاتية من مي من مجاري من كهرباء وخل أي لجنة تطلع وتشوفها شغلة كلها النظامية ومرتبة أولا لا يجي واحد مسؤول عليك ولا هي بس بالانتخابات يجونك هالسياح يطبنا الحشد قال يحن بلطي كم غير الشوارع الرئيسية هذا الشارع اللي يودي للمدارس ومستوصف اليما على نجف قاعد يقصون بهم الحشدوها بس كخدمات وهي قبل كشموك خلف الله هل سيحجان عود الحشد وفي ظل نقص الخدمات وإهمال بعض الأحياء يتطلع المواطنون لتنفيذ أمانة بغداد لوعودها حيث التأكيدات التي أطلقتها على أن هذا العام سيشهد اختلافا كبيرا في ملف الخدمات مع وضع سقوف زمنية لتطوير الخدمات وهذا لا يكون إلا برؤية الآليات تشرع بعملها في الأحياء المنكوبة خدميا معاناة كبيرة يعيشها الأهالي هنا فلا من يستجيب لمطالبهم ولا من ينهي معاناتهم بتوفير أبسط مقومات العيش لهم من بغداد حيدر صيف قناة الرابعة